السلام عليكم يا إخواني الأخوات نتمنى أن تكونوا بخير. ما حالة لما دلنا فيديو بحلقة. كنت أشرح فيهم دروس وأمور الخاصة المحاسب يعرفهم أو أي واحد در هذه البرنشة كونتابيليتي أو جيسيون. احتى الناس يريدون يعني يستفدوا ويعمروا رئيسهم بشي حاجة بحلقة. ما ربما من هذا القدام لم يفكروا يدور الشركة يجي لهم أو شي حاجة بحركة. رحبوا زيان يعني يستفدوا ومرحبا بيهم. اليوم غالد نهضروا على توزيع النتيجة السنوية الخاصة بالشركة. كيف نعني بها؟ هنا نهضروا على الربح أو الخسارة. الأرباح التي تشد الشركة كيف نوزعهم كيف نخرج هذه الأرباح من الشركة. هذا هو الموضوع اليوم. المهم اخوان نرجعوا ان شاء الله بهذا الكنصيبت هذا. ونكملوا على ذاك الشيء الذي بدناه من الأول. لكي نبدأ عودة ثانية ونجيبوا الجهد ضروري من التعمكم لعجبوا الفيديو. فقط دعونا نشي ونتبع المستجدد لمنحة ضروري. نبدأ على براكة الله. بعد انتهاء السنة وبعد إدخال جميع المعلومات المحاسباتية يقوم المحاسب بحساب النتيجة السنوية لكي تكون إما ربح أو خسارة. طبي للحال الشركة التي تخدمها ممكن تكون عندها ربح ممكن تكون عندها خسارة. الناس سؤال بيتطرح يعني كيف شهد الشركة بيكون عندها خسارة وهي خدامة. فعلا الشركة هي تكون خدامة وكيكون عندها مداخل وكل شيء. ولكنها كيكون لشارج. الشركة كتبيع وكتدير ديسي غبيس وحوج خرار ذاك شيء. وكتربح الفلس. لكن رأي عندها الوية عند الكرة. عندها آآ الخلاص ديال الخدامة لصالغ. كين عندها الدرائب. كين عندها لشارج آخرين اللي كيتهزو من هاد الاربح. دونك هنا فلافة ديال العام خصوة نعرفوا هاد الشركة وش ربحها ولا خسارة. دونك في حالة كانت النتيجة إيجابية يعني الشركة كتكون ربحات. كنحطو ذاك الربح في الحساب رقم 1191. رزولتات نت من بعد يقوم أصحاب الشركة بالاجتماع من أجل توزيع الأرباح السنوية. وذلك عن طريق كتابة محضر الجمع العام الذي يتم فيه تحديد الأرباح لغادي يخدوها الشركاء الديفيدان. إلا شرطة شيحاجة من النتيجة السنوية بعد تقسيم الأرباح. يقوم المحاسب بتحويل تلك الأرباح المتبقية للسنة الموالية. وذلك عن طريق وضعها في الحساب رقم 1161. غوبور النوفو. في حالة كانت النتيجة سلبية يعني الشركة تكون خسرت. كنحطو ذاك الخسارة في الحساب رقم 1199. رزولتات نت من بعد يقوم أصحاب الشركة بالاجتماع من أجل دراسة أسباب الخسارة. وذلك عن طريق كتابة محضر الجمع العام الذي يتم فيه تحديد أسباب الخسارة. وبعدها يقوم المحاسب بتحويل تلك الخسارة للسنة الموالية. وذلك عن طريق وضعها في الحساب رقم 1169. غوبور النوفو. صوت ديبيتور. باش تفهم أكثر. غادي يعني نشوفو آآ الطابلو دافيكتاسيون د رزولتات. رقم واحد رزولتات نت دو لإجزرسيس. هنا كنحطو النتيجة السنوية ديال السنة N. كنجيبوها من الميزانية. لابالانس ديال N. جوج ربور دنوفو. SD. هنا يعني صوت ديبيتور. هنا كنحطو الخسارة ديال العام الفات. N واحد كنجيبوها من الميزانية. لابالانس ديال N. غزير لغال. عبارة احتياطي جيب إيجباري. تنقص نتيجة السنوية كل عام بنسبة 5% في حدود 10% من رأس المال. الدولة فارضة للشركة. اوت غزير. عبارة عن احتياطي اختياري في حالة تفق أصحاب الشركة على وضع مبلغ من المال تحسب لأي طريق. رقم خمسة. ربور دنوفو. sold creditors. هنا كنزيد الربح الذي لم يتم توزيعه في السنة. N. كنجيبو يعني من الميزانية. لابالانس ديال N. 6. الديفيدوند. هي الأرباح التي سيقوم أصحاب الشركة والمساهمين بسحبها من حساب الشركة وأخذها. هذه الأرباح في حالة قمنا بسحبها قد نخلص عليها. 15% ديال الضريبة. في المثال في الصورة افترضنا أن صاحب الشركة قرروا صاحب المبلغ مثل 8000 درام. من بعد ما نقصنا الاحتياط والأرباح لأخدوش الشركة. شركة من النتيجة السنوية. ذلك الشيء الذي شاطناك. نضعه في الربور دنوفو. sold creditors. تحياتي لكم. اشتركوا في القناة